في حادث أليم وقع مساء أمس بمدخل مدينة سيارة على مستوى طريق الوطني أو الولاء عفوا النقم 11 لقيا سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم مع تسجيل 28 جريحا في حصيلة أولية بعد انقلاب حفلة لنقل المسافرين تحمل ترقيم ولاية ورغلا وتعمل على خط جرتي لمسان وقد تدخلت مصالح والحماية المدنية لنقل جثث الضحايا وإجلاء الجرحى إلى أقرب المستشفيات سجلنا الست وثيات في عين المكان و34 جريح ثم كانت فيها ضحية أخرى السابعة وانسجلت على مستوى مستشفى يوسف دمرجي الجرحى والمتوفين تم نقلهم من طرف مصالحنا إلى مصلحة حفظ الجثث وكذلك بالنسبة للجرحى على مستشفى يوسف دمرجي من أجل تلقي العلاج وعلى كل حال إصابات متفاوتة الخطورة الإصابات اللي لقيت بهم ليست بالخطيرة ولا البلغة منهم يعني عشرين حالة حكمناهم على المستوى المؤسسة يعني يقودون لبسيرباسون لقد رأيت كل المسافرين وقدرنا لهم قاعدة سكانر لقدرنا لهم الإيكوغرافي والرадиولوجات وكل شيروجين وكل أكيب ميديكال والميديكال الإصابات كانت مختلفة وكل أطباء يعني الجراحين العامين قاموا بعملية جراحية على مستوى البطن المالات التي تحتاج إلى إنترافنة شيروجية على الأبدوم التي تحتاج إلى هناك مالات التي تحتاج إلى ميديكال تريفيزون والنهار قام بجولة ميدانية ومعينة للجرحى الذين تم تدخل وطاقم الطبي الجراحي للمستشفى لإنقاذهم وإجراء عمليات جراحية ناس راهي تموت على جال العباد رام يلعبوا برواح ناس وحد أخرين حرام عليهم يديروا هكا أنا اليوم كنت قادر نخسر حياتي ونخسر ولادي ولادي اللي ما عنديش أغلى منهم في هذا الدنيا كنت قادر حنخسرهم اليوم على جال تعبت ما كانش يخمم بعقله ويمشي 140 بشيزر بيوصل شافت مامو حد طفلهم طارت من الكارو ماله أكمتني أنا وخويا حظمتنا وتقلب الكارو هل حقنا لحنا لتيرت كانت في عبطة كانت كان شوية كان شوية لعبة الكارو أحتوجيت ولا تعودت تقلبات اللي خير ولينا اللي نعطي خرج من تحقها وقد نسنو في اللمبينانس كيف صلنا الدخلات تأتيارت ما تخلش على البلد تخلش على الطرود أكل طول ترقل لور هذيك هيا كانت نوو شوية هذك اللي برمي بلوش شوية جوش هيا قليشمون هيا كان شوية بيتش لي الحديث حول إرهاب الطرقات وضحايا المرور تقنيات التي من المفروض تكون باش نتحكم في هذا الظاهرة موجود معي بيالو ستوديو نسيم برناوية المكلف بالإعلام على مستوى المدرية العامة الحمية المدنية مرحبا بك مرحبا بك صباح الخير نسيم صباح النور يعني هذه التصريحات يعني رصدتها عدسة النهار هي في الحقيقة عينة ربما كما نقوله فيض من بحر موجود الكثير من محاولة المرور فيه اللي نسمعو بيها وليما نسمعوش بيها أنتوما في في الميدان وربما تشوفوا يعني صور أكثر من هذه فتعليقك على الموضوع والله العظيم الكلام في مثل هذه المجازة المرورية يعني أصبح لسان يعجز وعني تعبير مثل هذه في كيفية يعني إنقل الأرواح في كيفية يعني إجلال أشلاء أو في كيفية تقطيع وتفكيك السيارات أو الحافلات أو الشحنان أجل إخراج الضحايا يتطلب الأمور ساعات وساعات حتى يعني أعوال حماية المدنية تعترون بمثل هذه الإصابات صح لكن مثل هذه التصرفات التي يقوم بها سمحهم الله بعض فئة من السوق خاصة نتكلم عن السوق المحترفين يعني الذين يسوقون الحافلات أو الشحنات من وزلتقين أجل النقل البضع أينما يكون أحد طرفي حوادث المرور إلا وتكون الحصيلة كما نشاهد يعني وفيات لاي الحمام إصابات ربما تكون هناك مخلفات لكن حالة العالة هو الفزع مثل هذه الفتاة أو مثل هذه ربما هي أبشع نعم أبشع يعني هذه الحالات هذه الصدمة إنسان ممكن أن يعيش معها لو ما يكونش عنده تكفر بسيكولوجيا يعني طيلة الحياة تبقى لعقدة طول طبعا تأيما نحن نتكلم عن هذه الفئات تأيما نتكلم عن مثل هذه التصرفات السرعة المفرطة عدم احترام قانون المرور عدم احترام يعني الأشخاص الذين ركبين تقريبا بخمسين ركب أو إلى ستين ركب يعني كلها أرواح كلهم أربابة عائلات كلهم أو أولياء ممكن عائلات يهتمت ممكن أشخاص سوف تعيش طيلة حياتها بإعاقة حركية مختلفة النسبة ربما إلى غاية ميبلم يعني يكون يعني يعني على الفيرش طبعا إلى متى مثل هذه التصرفات طيب الإحصائيات هكذا حتنطمن على الأقل على الأرقام هل انخفضت مقارنة بسرعات الماضية على الأقل في ثلاثي الأول نعم الثلاثي الأول يتكلم بلغة الأرقام يعني فيه انخفاض فيما يخص يعني عدد الحوادث بخمسة في المية أو عدد القتلى بانخفاض بسبعة عشر في المية وعدد الجرحة بسبعة في المية يعني خلال الثلاثي الثلاثي الأول سجلنا خمسة عشر ألف وثلاثي جريح وربعمية خمسة وثمانين قتل للأسف ده أكملنا الحصيلة إلى غاية 22 أفريل تم تسجيل خمسة عشر ألف ومئتين ونتسعين حالة مرور للأسف خلفة إصابات لربعم عشر ألف ومئتين شخص والوفيات خمسمية وثلاثي حالة وفاة نتكلم عن وفاة في مكان الحوادث ليس في الوفيات وكذلك هناك عدة وفاة تكون على مستوى المستشفى يعني من جراء الإصابات البلعة طبعا هناك كان أبشرنا خلال ثلاثي الأول وكذلك خلال الشهر الذي بدأ بين خفاد لكن خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس وصلنا إلى خمسين قتيل يعني هذه الحصيلة غالبا من نسجلها خلال شهرين جوان وجويلة إلى غاية أودي يعني في فترة الصيف أنها تكتر حركة المرور وتكتر تتفع حوادث المرور طبعا ونحن مقبلين على شهر رمضان الكريم يعني عينما غالبا ما تكون عنده خصوصية كذلك خصوصية عنده حصيلة خاصة به حصيلة خاصة به عين دائما يعني تأثير التعب والنعاس قلة النوم وقلة التركيز ما تكون دائما للأسباب الرئيسية في حوادث المرور كذلك السرعة قبل قبل الإفطار نعم قبل الإفطار هنا دائما الناس تستعملوا سرعا أجل الوصول لمائدة الإفطار ثم يعني تكملها في المستشفى أو للأسف يعني المستوى المقبرة إذن دائما الحمالة التحسيسية والإعلامية تكلم بكل أنواعي هنا في بلاتون نهار أنا شخصيا علشت الموضوع أكثر من مرة لكن يعني ما فيش نتيجة على الأرض يعني إلى أي مدى تعتقد أن الحمالات التحسيسية عندها دور في التقليل ما نقول القضاء لأن هذا الأمر يبدو صعب أن تدقلي أنه فيه يعني انخفاض بنسبة 7 أو 5 فهذا ربما يكون بمحد الصدفة فقط يعني لا أعتقد أن الحمالات التحسيسية تساهم في في تقليل الفاتورة صحيح الأخ ناصر يعني مجال حوادث المرور أصبح يعني النسبة غير مستقرة يعني سنة فيه انخفاض ثم سنة فيه ارتفاع طفيف سنة فيه تقريبا يعني تقريبا نفس المعدلات نفس الأنخام يعني على أنه الأرقام كبيرة نعم أرقام كبيرة يعني ولو الانخفاض يعني يكون بنسبة قليلة يعني 5% ولو أنها مفرحة يعني لكن تبقى الهدف هو يعني الحد الحد الكبير من هذه الحوادث المرور لو نتكلم على سنوات يعني متتالية خلال عشر سنوات ونرى يعني الملحن البياني في انخفاض مستمر طبما نقول بل يعني يعني أعطينا نتيجة لكن في نتائج يعني مرضية الحمد لله في هذا المجال من حامل التحسيسية وكذلك من جانب الرضعي في بعض الفئات التي يعني تعود إلى عقلها يعني خاصة الذين يكونوا شهيدين على حوادث المرور أو أحد الأطراف العائلة الإنسان جزائري كما أقولك يخليه يحترح ويطيح في الحادث أو يطيح في الخطر باش يعني يدرك يعني يستدرك هذه الخطورة ولا يعني يتسبب في كاريتها كما دي هذا بالنسبة لنا هذه كاريتها بالنسبة لنا طلب لو تركب مع يعني اللي عندهم سيارة الأجرة مثلا اللي هما في الغالب يكون عندهم ربما تجارب مع حوادث المرور تلقى يفتخر يقول لك أنا سجلت كذا وكذا من حوادث المرور وأنا منعت وأنا عندي خبرة وما تجيش انتظرك تعطلي يعني هذه هي عنده سيرة ذاتية يفتخر بها مع كل راكب يكون معاه في السيارة شيء مؤسف شيء مؤسف أنه الإنسان يفتخر بأنه دار حادث المرور أو دار ثلث أو أربع حوادث المرور أنه جاء من الموت عدة عدة مرات لا تسبب في مقتل نعم لا تسبب في مقتل هذا شيء مؤسف يعني هذا كما نقوله كارثة بالنسبة لنا من جانب التوعوي أو تقفت الخطر إضافة إلى كما تكلمنا في هذه النقطة في الجانب تحسيسي التوعوي كذلك الجانب الرضعي لازم يدرك المواطن الكريم مثل هذا الركاب كانوالا مثل حافلة كما هذه فهناك أرقام خضراء تنمصار الأمنية في التليفون تصد أرقام خضراء حافلة الفلانية تربط بين الخط الفلاني في المكان الفلاني إنسان ما يستعمل سرعة مفرطة أو شاحن الفلانية أو سيارة فلانية مصالح الأمن نعم مصالح الأمن هناك أرقام خضراء تهتقافة قليلة تهتقافة قليلة جدا يعني بإمكان واحد يكون مستعمل لسيارة أجراء والله يكون راكب في حافلات عن نقل المسافرين أنه يبلغ على السائق يتصل شيء عادي مشيعيب شيء عادي لازم على المواطن يدرك أنه هذا مشيعيب أنك تبلغ على تصرف خطير ربما ورح يكون محمي من كل جوان بقانون يحميك سيدنا سيم المواطن الجزائري نحن الجزائريين من عرفوش كيفش نخلصر واحدة من الشيء اللي رانا فيه في الكثير من الأمور فهذه بالنسبة لي أعتقد أنه أقل شيء ممكن إنسان يقوم به هو أنه يبلغ على مش هيقطع ورزقه وإنما سيأخذ عقوبه ليستحقا من أجل ربما سلامة 30 أو 40 راكب معه طبعا حتى ضميرك يكون مهني حتى إنسان هذا اللي تسبب في مقتل ست أشخاص أو عدة حاولات المرور تتسجلت سابقا هل يعني الضمير تاعه رح يكون مرتاح يعني حتى لما هو يكون المخطئ والموذن برقم واحد يعني ليس المشكل في السيارة ليس المشكل في الطريق بل المشكل في الإفراط في السرعة يعني عندك ست أرواح على رقبة ديال كما نقوله بالعامية هل ضميرك سيكون مرتاح طيلة حياتك صحة وتلقى جزائري مثلا والله راكب يكون يعني في سيارة أجرى والله المهم يعني نقل جماعي ممكن أنه يتوصل إلى درجة أنه يتقابض مع السائق وما يمجيش في باله فكرة أنه يبلغ نعم يعني اسمع صحيح يعني يتشاجر معاه يقوله نقص في السرعة راك راح تقتلنا راكذا وتتعالى الأصوات لكن توصل لدرجة التبليغ فهذا بالنسبة لهم أمر يشكل ربما لا أدري تولي يعني في مشكلة آخر في جنحة والاعتداء الجسدي أو ما يشبه ذلك في بعض المواطنين أنهم يعني ينزل من الحافلة وينزل من سيارة الأجرى ويغيرها يعني يشوف بالسائق هذا ما يرتحلوش لكن أنك تنزل تنقض نفسك هذا شي جميل لكن السائق هذا أو الناس لي على ما رام في سيارة الأجرى أو في الحافلة ويجبهم من بعد يعني يعني يجب أن تعميم هذه التقافة موجودة في كل البلدان يعني أنك تبلغ على منكر تبلغ على شي خطير هذا شي واجب وحق في نفس الوقت شي واجب هذا حق المواطنة شي واجب هذا لاحظنا نسيم في الصور مع الزملاء إذا يعودوا هم في الشاشة أنه أغلب الإصابات كانت على مستوى الرأس طبعا في مثل هذا الحوادث خصوصا لما تكون راكب في حافلة يعني بهذا الحجم يعني وتحس بأنه راح يكون حادث مروري فما هي الإجراءات اللي ممكن يقوم بها المسافر حتى يضمن حد أدنى من السلامة بالله في مثل هذا الحوادث مرور خاصة شاهد أغلب الإصابات كانت على مستوى الرأس لأنه هذو يكونوا قريبين من الزجاج يعني النفذة إضافة إلى ربما في الأثناء الإنقلاب عدم وجود حزام الأمن يعني لمستوى الحافلات ما هي أديك إلى الإنقلاب والإجراء هو أن تقي رأسك بالدرجة الأولى والمسك جيدا في الكرسي الكرسي ليكون أمامك لكن إحماء الرأس هو بالدرجة الأولى لأنه لم تكن إصابة في الرأس بلغة ربما تؤدي لمخلفات ولا يعني نزيف الحال ثم الوفاة مباشرة يعني نظن أنه من واجب الآن تفكير في قانون أنه إجبارية حزام الأمن على مستوى الحافلات كما هو معمول في الدول المتقدمة نسمعنا عن تعليمات بخصوص السيارات لكن اليوم أعتقد أنه ضروري مثل ما ذكرت في الحافلات لأنه نسمع دائما خصوصا في الطرق يعني في الطرق الولايات الجنوب رابط بين الولايات الجنوب حوالت رهيبة جدا وغالبا ما تكون الحصيلة كبيرة خاصة الحافلات التي تربط بين الخطوط الطويلة كهذه المسان توقورت أو يعني من الجنوب والشمال يعني هذه عندها خصوصيات لازم يكون هناك ازدواجية في السائقين لازم السائق نعم السائق يكون مرتاح حسنا وضع النظام يعني إذا كانت هذه الحافلة دخلت من توقورت جاءت من توقورت ودخلت لمسان لماذا لا يكون هناك قانون إجباري أو عن مستوى المحطة عدم السماح للخروج للحافلة إلى غاية اليوم الموال يعني التأكد من سلامة حتى الحافلة صيانة في برنامج النقل في بعض المواسم خاصة ربما العيد أو رمضان ربما تنقص وسائل النقل يعني يكتر الطلب عليها ربما يقولوا كما يقولوا يلحق الحافلة ينزل ركاب يلفد ركاب يعود ينطلق إلى صحيح ربما فيه ازدواجية لكن عامل النعاس عامل التعب عامل إرهاق يبقى دايما المطروح عنده نفس التأثير كالكحول كالإنسانة دي تعطى الكحول التعب والنعاس عنده نفس التأثير على مستوى الجسم هذه كل سائق لازم يعلمها طيب نسيم نقطة أخرى تعلق بالردع السياسة التي اتباح المصالح المختصة عبر الطرقات في إطار التقليل من فطورة إرهاب الطرقات هل تعتقد بأنه ناجعة يعني صالحة لربما التقليل من أرقام الضحايا في الطرقات نجعة نجعة نقول لك لماذا نجعة لأنه ولو أنه قررت الأرقام لم ترتفع لأنه لو نشوفوا لغة بالأرقام الحضيرة الوطنية عدد السيارات في الحضيرة الوطنية التي تجوز 8 ملايين في ضرف يعني تضعف في ضرف 5 سنوات أو 6 سنوات نفس الحاصلة كانت تسجل خلال هذه السنوات إضافة إلى ازدواجية أو توسيع شبكة الطرقات كذلك تقريبا تضعفت خلال الخماسي الأخير لكن تبقى الأرقام مستقلة انخفاض نسبي ارتفاع نسبي لو لا العملية تردع والسياس تردع ولولا الجانب التحسيس الذي عنده ولو جانب إيجابي كذلك لكانت الحاصلة تقريبا في 6 ألف أو 7 ألف أو 8 ألف قاتل سنويا حتى 4 ألف لتكلم بها المؤسسات المختصة كالمركز الوطني نحن الحماية المدنية دائما نتكلم بين 2000 إلى 2400 سنويا هذه الحاصلة التي تسجل سنويا الوفاية في عين المكان نظن الآن مع كل تعديل القوانين والإجراءات يعني النصوص القوانينية في مجال حوادث المرور أو السلامة يبدأ تطبيقها إن شاء الله خلال هذه السنة أو أواخر سنة 2017 هذه بداية ربما ننتظر النتائج خلال السنوات القادمة حتى أنه فيها الرخصة هذه تعتنقيت ينتظر منها ربما نعم ننتظر منها الكثير خاصة من الجانب البدايوجي يعني تقريبا هي صحيح وهو الهدف نسيم هو الهدف لحبي نوصوله هو أن المواطن تلقائيا يولي يلتزم بالقانون يعني بعيدا أنت تعلم بأنه الفرد الجزائري لازم الردع لازم الردع هذا الشيء متفق عليه وما نخبيوش على بعضنا صحيح لكن سياسة اللي ممكن تتبع على الأرض من أجل الطبيق هذا الموضوع هذا يبقى إشكال مطلوب لا هو ردعي صحيح هو ردعي يعني بحذف النقاط حسب كل نوع المخالفات لكن الجانب البدايوجي اللي فيه هو تكويني في كيفية إعادة النقاط لما ينفد لك الرصيد أو يكون الرصيد تقريب ينفد من النقاط هي متتبع التكوين عدم الوقوع في مخالفات لمدة معينة كذلك يسمح لك بوضع قاعدة أو كما قولهم بازلوني لفئة معينة من السائقين الذين دائما يكونوا مرتكبي للحوادث الموردون دائما يعني أشهر أو سنويا يكون نفس الحوادث أو نفس المجازل يقوم بها يسمح لك أنك تقوم بإجراءة أخرى تجاه هذه الفئة من السائقين شكرا جزيلا لك ناسيم برناوي كنت ضيفي هذه صباح شكرا على كل هذه الملاحظات على كل هذه التوضيح